ترجمة نانسي قنقر الله أكبر حسن الله أنت ما بتسمعش؟ قلت لك مش هرجع رقصتي لا هترقصي يا طنط هترقصي هترقصي يا حبيبتي أنا مش فتح بقالة أنا فتح محل وداير وناس بتاكل من ورا عيش وأنا بقالي ما تنزل من دماغي أنا عندي حاجات عايز أعملها إيه الجباردة يا بيت تتجوزي واحد وانت على زمة الثاني سكوتي يا جوزر سكوتي اسمعي فتون وكتب ربنا لو غبتي عن راشد أو غفلتي ده أنا هتبحك أقول لك لا لا مش هتبحك ده أنا هشرب من دمك أول مخرج من هنا فهمك ما شايسي دي الرجالة أنا هزمع كلامك حفظ القعدم على صاحبك وبنعمك دول الورق بتاعك الورق كان في الشنطة بتسرق يا أبني بتزمع ما تشاكلهاش وبتكتب كمان منعرفنا حكايتها كلها بالكتاب أربع ساعات بتكتبلكم؟ يا أبني ده حالتها تصاب على الكافر أهلها كلهم ماتوا في ليبيا هفهم يا راكل أنا معي كمية عايزة أصرفها تعرف حد يشتري وتبقى ملي يدك منه لا لا بلاش الخاطفة دي الراحة وواحدة وواحدة رسيني عن الدور يمكن儿 ترجع صلاح موترد علي يا صلاح يبسك يا رب يبسك يا رب استغفالله الغازي استغفالله الغازي دعا معي مصطفى نعم كيف حالك؟ أخير مرحبا أجنزتي ثانية يا مصطفى هيا يا سبيل إفندي انت اليومين اللي سبتني فيه ومانا عملت فيه من حادثة عبني لا أسف الله يا إفندي وظروف فرح واختي أنا بس يسميت بالحادثة بتاع تحريدة جدا تطمي عليك بس ده مش حل يا مصطفى ده مش حل انت عارف ان انا بكره سوا جدا وبكره الزحمة وبحبش اجي شوق ما انا بداي يا مصطفى هات الشكلات اللي عايزة تتمنى وتعاليلي شوف لي حل المصطفى لازم تشوف لي حد حضر فندم تحت امرك احاول استاذن حضرتك طب ولك ايه؟ تقنيك معي ساعتين لنهاردك حضرت تحت امرك ماشي ايه بها انا كويس انا كويس بعد ساعة لا لا احجيلك بعد ساعة طب ولي لو اللي هي عامل ايه؟ طب انا اروح بس بيه اخد شهور اجيلك ها؟ باي باي اه هيا اخباري بها يا تفوق امتاك؟ ما تلاقش يا مراضي هتبقى كويسة طب هاي شكلها بتفوق ها انا دروحها شوية بس الحمدل على سلامتك الحمدل على سلامه الله حزن انا ستها سف انا خبطتك بالعربية وبعدين او معريكي فاجبناك المستشفى بس الحمدلله يعني انتي سليمة افيين شوية كدمات في دراعك وخلاص يعني سلامتك صدع حشان فيه كنت مجمده بس مرك صدع صدع اسميك اه صدع 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 يا مادام انا بسألك على اسم كنتي سمعيني صدع شكلها ينسي ما فاتش صدع 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 هوا بيقولك اسمك ايه 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 معقوله انا نسيدي اسمك صدع صدع اشفكر حقا صدع شفاكنا دماغي راشد بيه مهلاً يا باشا فتون يهاب باشا لحاجاتك عم أهلاً يا كافتي بسم الله ما شاء الله الله هو أكبر لو كنت عارف ان انت الان دي او مرة تعمل معي شوكرا جيت لك من مطار على تون تسلم بتعيش يا باشا فضال يا اهلا تشكر يا خون ده كريم وش افتحيها خد افتحيها من تحت هاتي 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 خد يا راشد احنا في كونفاوند تحت تفضحنا لا ايو صح صح وانا بقى كل سفرية ليا لازم اجيب هدية من دول الحبايبي في كده يا باشا تعيشوا الجبلينة ربنا يخليك لينا يا رب يلا بس عشان السياح يلا نطير بتعرف تركب من هنا ولا ايه اه طبعا يا باشا طبعا طبعا قلتلك انا عشرة ياما هب بالزبط وجاب الحاجة يلا 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 سلام يا كاب يلا 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 الله اكبر يا اخوي ايه كابتن شئو شوية ايه اقفل يا عم مسعايزين فضايا والله هتلعب معنا يا بيت شوفا طريق بيه انا بعد ما روحت مبارح تقلمني السيد مساعد وزير الداخلية وقال لي ان ننزل اقفا واشوفك عايز ايه انا تحتمرك طريق بيه انا بقليه سبع ساعات بالف من مكتب لمكتب من مديرية المديرية وما فيش حاجة بتحصل طريق بيه انا بقليه سنتين ونص بالنف على الحكاية دي من مديريات الاغساب بحوالي وبربما فيش حاجة بتحصل انا مليش دعوة بيك انا طريق شهين بص يا باشا اوصل لاي حد في البلد دي تتخالق او ما تتخالقش ممكن ادفع اي مبلغ بس البت دي تتجاب ويتقبض عليها ايه دعوة طريق بيه وركز في الكلام اللي انت بتقوله انا مقدر ظروفك كويس وانا واقف معك للاخر علوة ايوة معلين باشف ايوة باشف تحت امر انا مقدر ظروف ايوة طريق بيه معايا ابنك ان شاء الله هيرك حاضر معليك حاضر وايك اتصنعك اتفضل معليك ده مساعد وزير الامر بيوصيه عليك اطريق ايه متأكيد ابو مقدر ظروفي ارجوك سعيد يا باش البيت دي لازم تتمسك ممكن تقابل حد تاني وتضحك عليه برضى بك شوفها محروس انا وزعت الصور بتاعتها على كل مديرات الامر بس الوضح ان انت ققعتوا مع نصابة محترفة لحتك وزع عليه قضية اكتن يوم نهاري صورت اعرف مجد يوم نهاري صورت حضر مع الله ونعم الوقت ممكن تقومي معايا بالروحة اه على مهنك على مهنك ها تقدر تقول ان انت اسمك اي دلوقتي؟ دمان هتفرق صدا معلش الدكتور ايل يعني حالة مؤقتة وشوية شوية هتفتكري كل حاجة الدكتور ايل كمان انت عندك تفل صغير حولي كده هتركزي تفتكري اسمه ايه؟ ايو اي حاجة هتفتكريها يعني هتسهل الموضوع ايه مثلا عندي ولد ولا بنت هو انا اقوم انتو عملتو في ايه؟ احنا ماليكو انا عايزة امشي من هنا لا لا ما ينفعش تتحركي ايو ايه؟ لا 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 ايو ايه؟ ايو ايه؟ ايو ايه؟ بليز بليز خليكي خليكي ما تبقى ايو ايه؟ بليز بالحركة خطرا عليك الزباف ايه؟ اه… يا عيه تعد السنة دي وشوية الكوكاين دول إيه؟ هيبقوا كيلو واتنين إهدى على نفسك أنا كل اللي بتقوله ده ما يقصنيش أنا عايز أعزل وكل ما بقولك تقولي يسبور يسبور يا أنا زهي يا ولية زهيتي من إيه؟ لسه بقولك عايزين دينا و بتاع طيب أنت عارفة؟ نقص تابكة و نعم في الملايين لين إيه؟ أنا عايز أشقق شقق و هدوم و روشانة يا ولية هترتكيهم، ده القرش بيجيب قرش؟ لا يا أخوي القرش بيجيب الهنة البح باحة طيب أنت عايز إيه دلوقتي؟ عايز أشقق مش زي دي شقق واسع وعفش حل و غير الدقب الصيني ده، قلبس دقب أنا بقى عايز شوية حاجات، إنما إيه؟ أنت متعوزش حاجة خاص جرا يا ولية، بتكلميني كده لي أنا شغال عندك؟ اسمح كلامي يا راجل أحنا مش عايزين نبقى زي الفران اللي عايشين في جحر عايزين نقب على وش الدنيا نعيش مع الناس الكويسين فاهمي ولما تقفش؟ تقفش؟ ما انت عمال خارج داخل خارج داخل، تقفشت إمتى؟ اللي بتعمله هنا عمله هناك باش نبيق الحاجة وناخد فلوسها وبعد كده أنا بنتكار أنا قاعداه لك بقى لحد ما سوف هتعمل إيه؟ قد الفلوس دي فلوس لا إله إلا الله لا إرحمك لا إرحمك يا مصباح كانت ستة طيبة وعلنياتها بس بقى عملت فينا فاصلة الله يسمحها هي اللي عرفتنا عليها وجابتها لنا لحد هنا الله يرحمها ويحسن ليها يا رب بس أعرف يا صلاح لما شفت طارق بتاع المانيا ده وهو هيتجنن على ابنه اللي ضع منه أفتكرت حالتي لما سرقتني وغربت بس هو أضع أكتر منا صلاح عشان هي خلفت منه وخدت المانيا الحمد لله يا أخوي أنا كنت مجدش منها عيال غارت غارت أيضا الحمد لله بس الناس اللي ضحكت عليهم في المانيا دولتو قيل قوي طارق ده مليونير وإحنا عادين معافه مدير قوي من التصل واصل عليه عارف ده العناية؟ معنى منها فجرة وقدر تلف غلاج الدهوة كمان لا لا مش ده أصد الكلام هي عربت منه ليه؟ لما عبدالعزيز كشفها في المانيا زي ما عربت من هنا لما كاصر كشفتها يعني ايه؟ مش عرفني يعني ديني بتكلم معاكم خلاص يا صلاح بس يعني لو هي يا غاو يا سربة هتوعد مع الرجل سنتين هو في حد ممكن يعمل كده غصب عنه صراحة ربك هو اللي أعلم بالقرب بلنا صباحنا جميعا اشرب احلاك تسلم لا حاول ولا قوة إلا بالله كم نحن نغطي الواضع Jahrhane ثاني وقته تطريبا كم نحن نغطى تبدا كم نحن نغطي الواضع؟ كم نحن، كم نغطي الواضع؟ اين؟ أنا أتكلم بجد وأنا أبحثرش أيواني إيه؟ يعني ساعات الكلام ده بيبقى عليكي ووساعات وساعات على غيري بزبط إيه رأيك في اللوحة دي؟ حلوة دانتي تشايفني حلو قوي كده؟ مم كل الستات اللي تعرفهم بترسمهم؟ لبتعجبني؟ بتعرفت بتتغينيها مختار؟ انزلي تريد كل واحدة فيك تخش على دخلة أنا لازم أأممك إيه يا أمامك؟ يعني تحطيني في الحصالة بتاعتك ثم أنا أحطك في الحصالة بتاعتك طول ما أنت معي أنت بتاعي ماشي 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 ؟ ماشي هو ده قرار تخرجها باقي؟ اه، مش محتاجة توعدها بطر من كده الجروح اللي عندها سطحية ومحنفعش توعد في المستشفى كتر من كده حاجة تبلعها على شوات فيتامينز، خلص؟ دي لسه مش فكرة هي حاجة خالص اوكي، ده أثر الوقع على جمعها ولو في أي حاجة، هنتابع مع بعض؟ هو أنا لو خرجتي من هنا هروح فين؟ كل مجهور! ازاك عمر ردوان؟ ازاك زبوتار؟ أخبارهاية سامية؟ الحمد لله مساء الله عليه سلملي عليك سلمة، لا سلمة لا سلمة شعس حاجة؟ لا سلمة، كثيرات يا مخطار يا حبيبي وحشتني وحشتني عمل ايه وحشتني يا حبيبي عمل ايه الحمد لله يلا بقى عشان تاكل هو انا كلما اكلمك في التفوة اقولك انا جاي انت عادي تهمي الصفر كده اكل والله بابقى حملة همك في غيابك عني واقول يا ترى كل امتة ولا ازاي التلت كلها محلات اكل يا مو هو اكل الشرع ده برضو اكل يا سالب تعال اخوك وصل هو انا؟ اه السلام عليكم وعليكم السلام ارتطلق وكاته بزاك عم الشيخ الحمد لله مش عيب ما تسألش على اخوك كبير ازاي بقى بسهل عنك طبعا وعارف انك كويس بفضل الله بالامارة انك كنت مشغول مع مراد بيلا انه خبط واحدة بالعربية اصحيحي يا عاملة ايه طب يلا نكمل بقى عالصوف مش عيد راحة القصر بس هي يا كويس يا جوالتي طب الحمد لله مراد اللي كان ماني يا كب العادي طبعا ما مسئولية نويني معها طيب بسم الله الله انت بتحط شكر في الاكل اللي مهم انت لو بتقول انت جاي قبلها اعرف اصباطك بتشيكي تتغدى بكرة مش عكيد صحيح مسكي دول فلوس يدي مختار خمس تلاب جنيه بطائده ليبني فلوسك يا امي ايوة بس انا قلت لامك ما تاخدش منك فلوس نعم تصرف عليها ليه لما انت عايش بربية لوحدك انا الحمد لله اقدر اصرف على البيت بنفسي سالم اوعى تكون فاكر انك كبرت علي وعتمنعني ان انا ادي فلوس لامي لا 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 هو ما يقصدش كده خالص هو بس فرحان عشان مرتب وزيد وانه هو يعني مش خليني محتاجة حاجة بس انا هفضل الكبير وبكسب قده مئة مرة ايوة بس انا فلوسي حلال يا مختار اخرس على تلسانك تتجن انت يا لا وانا بتجر في المخدرات ولا بسرح نسوان تشرب خمرة وبتعرف ستات وبترسم لوحات وكل ده حرام سالم انت ملكش دعوة باي حاجة انا بعملها انت فاهم؟ مش انت لقل حسابني وقوعة تدخل ما بيني وما بين امي انت فاهم؟ كفاية ان انا سيبعيش معاك كمل اكلك يا ابني كمل اكلك انا شبعت انا شبعت يومين يا مراد؟ يومين أكلمك ما تردش عليا؟ انت النسين أنا أختك الصغيرة؟ إيه في تجرالي حاجة ولا محتاجة حاجة ولا عندي أزمة؟ أعمل أنا إيه؟ لأ بجد زعلانة منك إزاي حضرتك؟ إزايك يا فاردوس، تفضلي العصير مرسي، عاملة إيه؟ الحمدلله كويس ماما أخبارها إيه؟ كلهم بيسلموا عليك الله يساوي، مش بحتاجين حاجة؟ شكراً تسلامي عهوتك يا مراد بيه؟ خليها يا مراد تفضلي كنت بقول إيه؟ أنا زعلانة منك ما خلاص بقى يا ليلة ما تزعليش، ما أنا قلت لك حاجة عليا أنا بجد كنت مجغول عوزر أخبح من زم، مجغول عن أختك بإيه يا مراد؟ عملت حدثة، خبطت واحدة بالعربية أو ماي جاد، وماتت؟ ماتت إيه حرم عليك يعني؟ مجرد كده مات بسيطة وخلاص؟ خلاص، بسيطة، no problem يا المهم أنا عايزة خمس تلاف يورو شمي سافر بسانت روم هقل ثلاث شهور هناك و I need money urgently حاضر، بكرة أحاولهم لك في حسابك إيه مراد؟ شكلك زعلان عشان طلبت منك فلوس؟ ليه بتقولي كده ليلة؟ ما أنا قلت لك حاضر أنا بس تناغي مشغول بموضوع السد اللي أنا خبطتها دي عادي يعني ما تدي لها تعويض، تدي لها إرشين، أي حاجة يا إيه المشكلة؟ المهم سامح ابنك جاي؟ لا، لا غريجزته أحسن حاجة عملها في الدنيا حد يسيب كندا، ما يجي مصر ليه يجي يا ليلة؟ ليه يجي عشان يشوف أبوه وأنا يشوف حفيدي ولا تاني في المانيا بقوله تعالي بقوله أصلاً أنا مشغول، مشغول، تعالي أنت ليه يا أنا؟ أنا مطوع من شجرة مثلاً؟ بكتوب علي أعيش لوحدي كده، ما ليش هي أحد ليه مراد بتقول كده؟ هو أنا بسيبها خالص، إذا ما أنا قاعدة معك بعمل إيه؟ ده، أحسن أنا بسيبها أحسن أنا سافر بكرة تايرتي، سأعود ثلاث شهور أحسن سيبها، أنت مش عز اي حاجة؟ لا، أحسن سيبها، إن شاء الله لا تنساش تحولي الفلوس، بليز يا مراد أحسن مراد، أحسن مراد بحث أحسن مراد بحث مرحباً. ميلا. مرحبا. 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 نزيئت من المكان ده. تعالي نخلص الدرينكس دي. ونطلع على عندي في البيت. أوكي؟ مرحبا يا مختار. سحسيني؟ إزاك يا فدوة. تمام. مرحبا زبا تكلمي. سوري فترة اللي فاتت يعني ملبوخ شوي لا مش مصر باقي كنتي كتل رؤس معي انت ايه القوة اللي انت في ده المفترض ايكي رؤس معي كي و سيبني او لا فيها ايه يعني لا انت رخمه انا فكرة هوا اللي يقولي اذا كان يرؤس معي او لا اختار انت وش كنت نعايزين غواح اه يلا باي 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 هيا من كده هيا بدل يميل البقاء دي على الحسابية انا عملت لي المكلفة ها عرفي شكرا مستر مرود مع السلامة خطاني ده مش هتقوم تغير بقى ولا ايه مش تتجاوز بقى مرود سيبك مني هنا قوم ونلحل معك بالمضبوطة